الخليفة الجابر يسأل يقول معنا وقف أموال من النخيل للمساجد في القرية يديرها بعض الإخوة ريعها السنوي لا يكفي للقيام بها من تأجير سقيها وتأبيرها وحدارها وتسميدها إلى غير ذلك ويضطرون لسؤال الناس للتصدق على هذه الأموال لاستمرار القيام بها وإلا أدى ذلك إلى إهمالها ونهايتها يقول هم بين أمور إما أن يستمروا على هذا الحال أو يتركوا هذه الأموال لعدم وجود العائد منها للمساجد أو أن تباع هذه الأموال بإذن الشارع مع إيجاد النفيل البديل النافع فما الذي تنصحون به نعم أما إذا كانت هذه النخيل متفرقة في أموال الناس وأصبحت عبءا على الوكلاء وعلى أرباب هذه الأموال فلا مانع حينئذ وصار دخلها لا يكفي مؤونة القيام بها ففي هذه الحالة لا مانع من أن يعمدوا إلى هذا الخيار الثالث وهو أن تباع هذه النخيل المتفرقة وأن يشترى بثمنها أصل وقفي آخر أما إذا كان الحديث عن مزارع فينبغي عدم التفريط إذا كان الحديث عن أراضي زراعية وكانت هذه الأرض صالحة للزراعة ولها سقيها فلا ينبغي التفريط إذ يمكن أن يكون الحال عصيرا اليوم لكنه يسيرا في الغد نعم لأن الأوضاع تتغير بتغير الأحوال والظروف كما أن حاجات الناس تختلف فما يمكن أن يبدو لهم اليوم أنه أكثر نفعا قد يكون في الغد لا جدوى منه فعليهم أن يحرصوا قدر المستطاع على تنمية هذا الوقف في هذه الحالة نعم بقي أن نشير إلى إن سمح الوقت وقيت لديها أربع دقائق لا إذن يكفي إن شاء الله تعالى طيب أنه حينما يقال وقف النخيل نعم هناك أنواع من أوقاف النخيل هناك ما يعرف بنخلة الأصل وهناك ما نعرفه أيضا بالنخلة الوقيعة وهناك ما يعرف بالنخلة العضدية أو العاضدية نعم الأصل أي النخلة مع أرضها واختلفوا في أرضها نعم هل هي بثلاثة أذرع من كل جانب الحاصل أن النخلة بأرضها موقوفة نعم أما النخلة الوقيعة فهي النخلة بثمرها لكن دون الأرض نعم وأما العاضدية فهي التي تكون على السواق الفرعية الأصل أن ما يلي هذه السواق إنما هو من إحرام السواق فلا يكون فيها شيء لكن هذه النخلة إما أن تكون قد فسلت أو أنها نمت بنفسها فتكون على العاضد مباشرة ولا شرب لها إلا من جره الماء في الساقية نعم نعم فهذه العاضدية والوقيعة إن سقطت أو ماتت فإنها لا تستبدل نعم أما وكذا الحال إن بيعت أو بدلت أو عوض بها فإن قيمتها دون الأرض الواقعة عليها على ما هو قول أكثر علمائنا وفقهائنا نعم أما النخلة الأصيلة أو الأصلية فإنها النخلة مع أرضها وهذا هو الأصل في الأوقاف ما لم ينص على أنها نخلة وقيعة نعم فحين إذن إذا احتاجوا أيضا إلى تثمينها لأجل معاوضتها بما هو أحسن منها بما هو أحسن منها منفعة وغلة فلا بد أن تقدر قيمة أرضها مع قيمتها وإذا سقطت هذه النخلة الأصيلة فإنه لا بد أن يستبدل بها والله تعالى